وهذه الأحكام فيها نفي لشبهة الآن بيروجها متصوفاً يروجوها إنه الوهابية ما بحبوا النبي ليه انت قالهم بقولوا كده ليه وفهموا من الموضوع دي شنو لأنه نحن بنقول لهم لا يجوز تحلف بالنبي خد بالك ما بجوز تحلف بالنبي تقول وحاة النبي ما بجوز اثنان لا يجوز أن تدعو النبي صلى الله عليه وسلم ما ترفع عندك تقول يا النبي تلحقنا لا يجوز ثلاثة لا يجوز شد الرحال من هنا يعني إنت تكون ماشي من هنا بس للقبر ما بجوز البجوز تشد الرحال إلى المسجد النبوي إنت ماشي المسجد النبوي أو ماشي الحرم المكي هناك في مكة أو بيات المقدس دي تلاتة بيوت من بيوت الله عز وجل أنت بتشد الرحال تشد الرحال يعني تقطع تسكير وتجهز نفسك وتسافر لها أنت بتمشي الحرم النموي بعد ذلك تزور النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة ما ممنوعة طبعا كذبوا على ابن تيمية في قديم الزمان شفت الحرب الآن اللي دائرة وتشويه صورة الدعاة اللي بتحصل الليلة دي دي من زمن ابن تيمية ابن تيمية داهم الفتوى دي بدري قال لهم بجوز تزور النبي صلى الله عليه وسلم ما ممنوع الزيارة تزور وتسلم عليه وفي باب اسمه باب السلام تبتخوش بها باب السلام وبتجي ماشي النبي صلى الله عليه وسلم يكون على لدك اليسار تسلم عليه وسلم عليه وعلى صاحبيه أي بكر وعمر وبتمروا بتمشي دي سنة ما فيها مشكلة لكن الممنوع شنو؟ شد الرحال ابن تيمية لمن أفتب الفتوى دي في واحد قديم اسمه السبكي وغيره مجموعات شوشوا على ابن تيمية وش بول السلطان وش كلب الحكومة وسجر ابن تيمية في هذا الزمن شوشوا عليه؟ قالوا ابن تيمية يحرم زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وده كذب ابن تيمية ما منع الزيارة ولا حرمه أه؟ لكن منع شد الرحال واللي منع شد الرحال مو ابن تيمية دا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام ومسجد الأقصى دلو شد لها الرحال لكن بعد ذلك أي مسجد آخر أنت ما شلو ما بتشد الرحال إلى ذات المسجد مش معناها يعني أنت لو مسافر ما تمشي الصلة في الجامعة في واحد بليد أنه مرة ما شد قرية من القرى هنا في في ضواحص النار وصلدون جمعة أكان طلع عليهم قال لك مفتي الحلة صوفي أنت بتفتي شنو داتك يا أخي تفتي على شنو أنت قال دا المفتي قال لهم الصلة دي باطل بتاعت الجمعة قال لأنه دي الجايين مسافرين وقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد وده ما فهم الحديث لا تشد الرحال معناها يعني الإنسان ما بيشد رحله يسافر ابتغاء البركة في جامع للجامع مش ما بشد الرحال للدعوة ولا للعلم ولا لا يشدر لا لا للجامع جامع يعني كفيه بركة يعني مسجد المساجد الفيه البركة بالسنة سابتة دي بركة خاصة دي تلاتة بركة خاصة دي كويس؟ كل المساجد فيها بركة لكن البركة الخاصة في شنو؟ تلاتة لأن الصلاة في مسجد مكة مسجد الحرم المكي بمئة ألف صلاة صلاة وحدة والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمية صلاة تمام؟ فما في مسجد نشد له الرحال لابتغاء البركة الخاصة إلا المساجد الثلاثة دي لكن أما بعد ذلك لو سافرت لزواج سافرت لعلم لدعوة لغيرك ده ما بيدخل في شنو؟ في النهي المسكول في الحديث عموما نرجع الصوفية ليه؟ بيقولوا الجماعة دي اللي ما بحبه النبي ليه؟ السبب شنو؟ وليه بيقولوا ما بصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم السبب إنه نحن بنذكر لهم إنه مبجوز دعاء النبي ولا بجوز الحليفة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بجوز شد الرحال إلى القبر ولا بجوز الدعاء عند القبر خلي بالك كمان الدعاء عند القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أي قبر آخر مبجوز الدعاء السنة سلم عليه تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم سلم على إبكر سلم على عمر تنضي طوالي لكن تقعد تدعو يا الله فرج عني ويا الله ديني الجنة ونجيني من النار ونجح ولاداتي جنب القبر مبجوز الأدلة على الكلام دا كله شنو دمو كلامنا نحن كون ما تدعوه ما تدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم والنبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس إذا سألت فاسأل فاسأل الله ما تدعو النبي صلى الله عليه وسلم يتنين انت ما بتحلف فيو الدليل شنوه النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حارفا فليحلف بالله أو ليصمت فيه تاني حاجة قال لك حلفينا مرات كده تقدرت تعزم على زوج شديد حلفي لا أيضا الدعاء عند القبر تقيف جنب القبر تدعو ده أيضا مبجوز ولا قبر النبي صلى الله عليه وسلم مبجوز ليه جاء في كتاب الضياء ل المقدسي حديث المختارة قال علي بن حسين بن علي باسم زين العابدين من أفضل التابعين كان يوم من الأيام جالس يتغدى فجاء عربي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فبقى بيدعو خلي بالك الأعرابي ده بدعو الله لكن جنب القبر أسة الصوفية مش بيدعو الله جنب القبر بدعو لتسيد الغبر ذاته معنا ده الكعب من ده أكعب من ده لأنه بيدعو سيد القبر الأعرابي بيقى بيدعو في فرجة فتحة كده حدرد عائشة رضي الله عنها بيقى بيدعو في الله بيعتقدوا أن المكان ده مبارك طوال ده ده حفيد النبي صلى الله عليه وسلم زين العبدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب كويس؟ جاو قال له تاني ما تعمل كده ما تدعو هنا قال ثم قال ألا أحدثكم حديثا ده زين العبدين سمعته من أبي أبو منه واسمه علي بن الحسين أبو الحسين عن جدي جده منه علي بن أبي طالب عن رسول الله شوف الإسناد ده كيف ها إسناد كله فضل زين العبدين ده من أفضل التابعين وأبو صحابي جليل الحسين وجده أهل ابن أبي طالب من الخلفة الأربعة وطوال جده فوق منه النبي صلى الله عليه وسلم كويس؟ قال سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيها أو بعدم الصلاة في البيوت إنت لو ما بتصلي في بيتك بقيته زين القبر شنكد من السنة النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي كل النوافل في البيت إن تجيت المسجد تصلي الرقيبة صلاة الفجر من السنة تصلي الرقيبة في البيت ركعتين صلين في البيت وتمرق تحصل الصلاة في المسجد رقيبة رقعتين بعد المغرب تصلي المغرب فقط هنا وتمرق طوالي صل رقعتين بعد المغرب في البيت لا تجعلوا بيوتكم قبورا لأن القبور ما بصلوا فيها انتبه شكد أنت لما ما تصلي في بيتك أنت بقيته شنو؟ زين القبر بقيته مقبرة المقبرة ما بصلوا فيها كويس؟ لا تجعلوا بيوتكم قبورا التأويل الثاني لا تجعلوا بيوتكم قبورا أو يعني لا تجعلوا قبر عيدة ولا تجعلوا بيوتكم قبورة قالوا لا تجعلوا بيوتكم قبورة أي بدفن الموتى في البيوت ما تدفن ما يدفن البيت ولا في المسجد الآن الجماعة يموت لهم زول كان شيخ بتاع حلة ولا حافظ غرآن يقول لك ادفنوا في الجامعة ادفنوا في الجامعة ليه ليه يدفنوا في بيته ليه في بيته الخصوصية دي أخوان حاجة الأنبياء لانتعرف الصوفية دخلوا في حق الله بينه صرفوا العبادة للشيوخ تنده الشيخ وتدعوه في الشدايذ وتعتقدونه بإعلم الغيف والدجانة والحاجة في الشدايذ وإلى آخره حق الله أدوه للشيخ وحق الأنبياء أدوه للشيوخ الشيخ هو الميموت يا دفنوا في الجامعة جامعة حقه يا دفنوا في بيته دخلوا الصوصية بتاعة الأنبياء كما جاء في السنن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي انتغل إلى الرفيق الأعلى اختلف الصحابة أين يدفن يدفنوا وين فجاء بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه وقال طب تحيا وميتا يا رسول الله والله لا يجمع الله عليك الموتتين أما الموت التي كتب الله عليك فقد متها ثم خرج على الناس وقال ما قلت الشهيرة بعد ذاك لما اختلف الناس أين يدفن قال له ان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يموت إلا وقبضه الله في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه شوف النبي صلى الله عليه نبينا الأنبياء ربنا بيتوفاه في موضع الدفن بتاعه بس لو في نبي مات في المحل دينا طوال الزحة الطرابزة دي وادفنه في نفس المكان دا في نفس المحل لكن بعد ذاك تقول لي دا أبونا الشيخ أبوك الشيخ تدفنه في هناك المغابر في المغابر الدفن هناك ولو كان عنده عقائد خريبة في الشريعة الإسلامية ذول عنده عقيدة ما نافعة ذول مات وقال له دواوين بتاع الشعر وراه قوم يا حي أو قوم يا خي ناديهم لي أهل الله البزيل البي عنده عقائد زي دي العلم أفتو إنه تقام على والحجة لو أقيمت على والحجة ومات على كده ما يدفنه معه مغابر المسلمين شوفوا لم حل براه هناك بعيد حتى لا يتأذى به الموتى من المسلمين يدفنه شوفوا له حفرة بعيد كده يجدع فيها واستدل العلماء على هذا بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهم شغل ما عاطفة سائح مسألة ما عاطفة شانا واحد يجي يقول لك يا أخ ما أقول يا أخ ودعم يا أخ ودعمك كم من ده منه في الشدايد يقول لك والله من ده الغوم مرات كده غوم بتاع شنو يلا بعيدة دفنه هناك براش يعمل إزعاج ده ما بيعمل إزعاج للموتى بيعمل إزعاج لهم بعدين في إمتى فده يدفن بعيد الدليل قالوا حديث علي رضي الله عنه وارضاه للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد هلك عمه ده من ده ده أبو طالب عمه كان بيقف معه بدافع عنه كده فقال له قد هلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فواره ولا مش معه ما مش معه زاده قال لي اذهب فواره شي بس أدفنه شنو الناس ما تتأزه بالجنازة بتاعته على أي حال يا أخواننا دي بعض الأحكام التي استحضرتها من ما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والبدع اللي دخلوها الجماعة دل فيه بعدين إن شاء الله لو في أسئلة ما في مانع مكتوبة أو مباشرة نجاوب على إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر